قبل أيام قليلة من عودة المجموعات الأولى للاجئين والمهاجرين غير النظاميين من الاتحاد الأوروبي إلى تركيا اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التركية بإرغام عشرات اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم وهو ما تنفيه أنقرة ويقول مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا ووسط آسيا تحتاج الحكومة التركية إلى إيقاف هذه الممارسة المشروعة واللا إنسانية المفضوحة لا ينبغي أن يكون هناك مكان لهكذا ممارسة ولا ينبغي أن يتم يرجع أفراد إلى منطقة نزاع وعلى الاتحاد الأوروبي أن يساعد تركيا في أن تتوقف عن هذا العمل ومن المتوقع أن تبدأ اليونان بإعادة مهاجرين إلى تركيا بعد أن صادق البرلمان على نصوص قانونية على صلة بالاتفاق التركي الأوروبي الخاص بإعادة اللاجئين ووفق الاتفاق سيتم استقبل لاجئ سوريا في أوروبا مقابل كل لاجئ وصل إلى اليونان وأعيد إلى تركيا وتستقبل تركيا حوالي ثلاثة ملايين لاجئ سوري منذ بدء النزاع في 2011 ترجمة نانسي قنقر